اهلا بكم مع فيديو جديد انا محمد سعدي جدا بتواجدي معاكم كل سنة وحضراتكم طيبين وان شاء الله ده هيكون فيديو مهم جدا وفيديو لذيذ ومشي اخر مننا وقت كتير هنتكلم في الفيديو النهاردة عن تشغيل واتساب على الكمبيوتر بدون الحاجة لتليفون خالص بمعنى ان دكت طريقة تقليدية اللي الناس كلها عارفاها انك بتروح تفتح واتساب سواء كان في متصفح او كان في اي حتى كانت بيظهر لك كود بالشكل ده كده بتبدأ انك تصوره بالتليفون او ما بتصوره بالتليفون طبعا ده سواء كان من خلال انك تنزله على متصفح زي ما انا شغال مع اوبرا او انك تشغله على برنامج يعني تنزل البرنامج نفسه تطبيق الخاص باتساب للكمبيوتر لما بتدخل على الموقع الرسمي الخاص واتساب وتحاول انك تنزله بيظهر لك نفس الكود مجرد ما بتصوره بالتليفون زي ما قلنا عارفين بيشتغل معاك مباشرة وبيظهر لك كل الرسائل بيعمل لك مزمنة وكل حاجة بتكون زهرة قدام عينيك طيب ولكن المشكلة اللي وجهتني لو انا ما بملكش اصلا هاتف اندرويد ما عنديش هاتف من اصله مش عارف اعمل ايه او مجرد ما بسجله مجرد ما التليفون بيطلع بيفصل معي على طول هو دايما عايزه تليفون مفتوح انلاين ومرتبطين ببعض يعني بمعادك ما فيش اي فايدة لاي واحد ما بيملكش هاتف لا يحتوي على اندرويد وبهنا يكون في خلل كبير ان انت مش عارف تستعمل لو انت ما عندك شغل لاب توب او لو انت عايز تستعمله من خلال اللاب توب بس في فيديو بتاعي النهاردة هناخد الطريقة السهلة جدا انك تقدر تشغل الواتساب على الكمبيوتر بدون الحاجة ان الموبايل يكون مربوط به وبدون الحاجة ان الموبايل يكون شغال كمان كل ده هتحتاجه محاكي اندرويد وطبعا المشكلة اللي بتوجهك يعني انا انا خدت جربت كل المراحل دي لزلك انا عملت الفيديو ده عشان شايف ان الموضوع بيتوي حبتين يعني انا لما نزلت الاول التطبيق للأوبرا ونزلته للكمبيوتر نفسه وشغلته وجهت مشكلة لما نزلت التطبيق للمحاكي ده وشغلت المحاكي وجهت برضو مشكلة تانية ان التطبيق شغل معايا وبيفتح وكل حاجة واكدت وكل حاجة ولكن وجهت مشكلة في اضافة جهات الاتصال مش عارف اضيف جهات اتصال جديدة ومش عارف اعمل محادثة جديدة ولكن لما جربت ونزلت تطبيق بلوستيكس زبطت الدنيا كلها في خلال سواء يبقى انت كل اللي عليك تعمله الاتي اول حاجة هتدخل على جوجل وتكتب في جوجل بلوستيكس بلوستيكس ده واحد من اشهر محاكي الاندرويد المشهول عندناس كتير جدا وبتميز بصرعته وخفته وصرعة اداء وطبعا انت ممكن لو انت عندك اي محاكي تنفذ نفس الخطوات عليه وتشتغل بكل اسهولة بعد ما بتشغل بلوستيكس وبتحمل النسخة الخاصة بالاندرويد طبعا انت ممكن تختار نظام التشغيل اللي انت عايزه لو انت حابب تختار بنفسك ولكن طبعا هو بيعرفه من نفسه ازاي انت شايف هنا وقولك انا يعني ايه بيعرفه بنفسه الطريقة سهلة طيب انت ممكن تحمل من هنا وهو بقولك اعرف نظام التشغيله وعرف ان انا عندي ونزل عشرة واربعة وستين بعد ما بتحمل النسخة بدون اي مشاكل وبيتم التسطيب بتنزب بلوستيكس وبعد كده بتتشغل وطبعا بتشغل وبتفتحه ما فيش منه اي مشكلة بعد فتحه وبتدخل على المتجر وتسجل في المتجر الخاص بي وبعد كده تنزل الواتساب بعد ما بتنزل واتساب بيشتغل معاك برضو ما فيش اي مشكلة مجرد ما بتنزله بيظهر معاك على ديسك توب بالشكل ده كده ايكونة طبعا لما بتشغلها بتفتح البلوستيكس وبلوستيكس ممكن نشرحه في حلقة منفاصلة بعد كده لسه سهل جدا عجبني في بلوستيكس المتصفع ده كل اللي انا بعمله ان انا بمسكها كده واسحبها اضيفها يتم استيرادها على طول ودي حاجة كويسة وحاجة لزيزة بتساعدني بصورة كبيرة جدا ان انا بقدر اضيف اي حاجة لبلوستيكس تاني نقطة بعد ما بتشغل بلوستيكس بالشكل كده انت شايف هنا بيقولك تم بنجاح استيراد الملفات الى الاندرويد كويس اوي بعد كده بتشغل واتساب طبعا هنا بقى المشكلة طبعا هنا كده بقى المشكلة هتوجك ان انت دي الناس اللي بتكلمك طيب انت عايز تكلم ناس جديدة لما بتفتح هنا كده مش هتلاقي جهات الاتصال هتلاقي جهات الاتصال دي مختفية تماما هتلاقي الجزء ده كله ابيض نفهوش اي من جهات الاتصال اي بقى اللي انت هتعمله هنا هنا الموضوع هيكون مرهق حبتين هتعمل ايه انت هنا تفكيرك هيروح لبعيد وهتفطار انا بالنسبة لي انا عندي كل الاسماء اللي على الهاتف انا هحفظها في ملف자를 خاص بي بقدر ان انا اسحبها وانزلها على ايوا تليفون باشتغل عليها وباسحبها واضفها في اي مكان طيب انت عايز تنشئ جهات اتصال الجديدة انا عملت ايه بتروح برضو على المتجر وتكتب البحس الخاص بالمتجر جغل جهات الاتصال جهات الاتصال وبتنزل جهات الاتصال الخاصة بجوجل طبعا جهات الاتصال دي بعد ما بتنزلها بي بالشكل ده بتحمل ليها تنزيل بيتم تنزيلها على الهاتف الخاص بك لما تدخل على جهات الاتصال لو فتحت معك بالشكل ده كده طبعا بتكون كلها فاضية خالص بتعمل اضافة من هنا كده بتبدأ تضيف جهات الاتصال بتحط الاسم وتحط رقم الهاتف بيزبط معك عطول وبتدخل واتساب تفتح جهات اتصال جديدة بتلاقي جهات الاتصال اللي انت ضفتها ظهرت معك بدون اي مشاكل وطبعا الحل الاسهل فيما يخص جهات الاتصال سواء انت شغال على الاندرويد او شغال بنفس الطرق دي انا شغال بيها بتدخل هنا على جهات الاتصال وبتعمل اعدادات وبتعمل حاجة اسمها استيراد ومن استيراد بتقدر تكون عامل نسخة ورفحها في اي مكان وتقدر تعمل لها استيراد لو ضغطت هنا كده على ملف بعدك بتعمل موافق وتبدأ تسيرش على ملف معين انت كنت حطه على الجهاز عندك بالشكل ده كده لو نزلت هنا كده هتلاقي ده مسلا اسماء الهاتف انا كنت اعملها على الجهاز عندي ببدأ ان انا اخدها واضيفها على البلو ستكس بتشتغل معي مباشرة بدون اي مشاكل طبعا الموضوع سهل جدا وبعد كده ما بتخلص مجرد ما بتروح بتلاقيها ظهرت كلها في الواتساب بدون اي مشاكل بتدخل علاجات الاتصال بتلاقي الاتصال عندك كلها ظهرت بالشكل اللي ظاهر قدام حضراتكم ده وبالطرع دي هيكون واتساب شغال معك الاربعة وعشرين ساعة واول ما تجدك رسال عليه هيشتغل على الكمبيوتر مش هيكون في حاجة للاندرويد وكمان مش هيقوم بازعاج الاندرويد باي حل من الاحوال وكمان هتشتغل عليه لو انت معاك موبايل زي اللي معاك ده مفهوش اي واتساب ومفهوش اي حاجة في الدنيا كل اللي بعمله لعبة الصعبان وبرن وخلاص فده هيحللك قزمة كبيرة لو انت عندك محادثات مهمة عايز تقضيها على برنامج واتساب شكرا لكم جميعا كان معاكم محمد عليوة وده فيديو بسيط جدا مني لان الحاجة دي ساعدتني بصورة كبيرة بتمنى تساعد اي حد محتاج يشغل واتساب على الكمبيوتر